موسيقى تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى مجز أخبار الآن أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن رفضه للاتفاق الذي نقل بمجبه المئات من مقاتلي تنظيم داعش إلى ألبو كمال قرب الحدود السورية العراقية وقال العبادي أن نقل أعداد كبيرة من داعش إلى المناطق الحدودية مع العراق أمر غير مقبول وضاف أن القوات العراقية تسعى للقضاء على داعش وليس احتوائه أعلن الأردن والعراق في بيان مشترك اليوم أعلن إعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد بينهما الذي أغلق في عام 2014 اثر احتلال تنظيم داعش لمناطق في العراق بعد تأمين الطريق الدولي بين البلدين وتعهدت الحكومتان ببدل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الإنسيابية في تنقل المواطنين والشاحنات في الاتجاهين رفض رئيس الإيراني حسن روحاني فكرة تفتيش المواقع العسكرية لبلاده شددا على أن ذلك ليس جزءا من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الدولية الكبرى قبل عامين وقال روحاني في خطاب متلفز إن التزام بلاده مع العالم واضح وعلاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحددها القواعد فقط قال وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد إنه ولكي تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في سوريا فإن الحال يتضمن جزئين الأول هو حل سياسي في سوريا والآخر يتمثل في خروج إيران وتركيا وضف الشيخ عبد الله أنه في حال استمرت إيران وتركيا بالأسلوب ذاته والنظرة التاريخية أو الاستعمارية أو التنافسية بينهما في القضايا العربية سيستمر هذا الوضع سواء الآن في سوريا أو في دول أخرى بعد ذلك دان مجلس الأمن الدولي بالإجماع التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية ودع المجلس بيونج يانج إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من التوتر وطلب بيان صدر من جميع الدول الأعضاء التطبيق الحازم والكامل لقرارات الأمم المتحدة ومن بينها تلك التي تفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية أعلنت الأمم المتحدة يوم أمس أن الصراع المستمر في أفغانستان أجبر أكثر من مائتين واثمائ عشر ألف شخص على النزوح من ديارهم منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن أكثر من مائتين واثمائ عشر شخصا نزحوا منذ شهر يناير الماضي وذكر تقرير جديد للأمم المتحدة أنه وردت أنباء عن حدوث تهجير قصري من ثلاثين إقليما من إجمالي أربعة وثلاثين إقليما في أفغانستان نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة